فعم شوفك انت تركت اشي معين تركت شخص معين علاقة معينة لانك في فيه امنية بدك تحققها ممكن تكون امنية بخصوص الشغل ممكن تكون امنية بخصوص شخص اخر معين يعني ممكن تكون تركت شخص او تركت علاقة من اجل شخص معين لانه دستار عندك فانت في عندك امنية في عندك اشي معين انت عم تسعى لتحقيقه بالنسبة لحبيبك او الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوفه ممكن عم يستخدم طرق معك فيها شوي من التلاعب او مش عم يحكي للك الحقيقة كاملة لانه هالكرت هو بالتاروت هو الثيف او هو اللص فهاي الشخص عم نساوي اشي حاليا المفروض هو ما يساوي ممكن يكون عم يتجسس او عم يراقبك او عم يتطلع على اخبارك ايشي طاقة كتير طاقة غير مباشرة طاقة الشخص اللي عم تتعامل معه بالذات مع ورقة بالذات مع يعني ثلاث الكروت هدولا بيبينوا انه الشخص حاليا في حالة هدوء تام ممكن انت مش عم تعرف عنه اي اخبار وهو بده اصلا هيك بده يكون في حالة هدوء تام عم شوف طاقة غير مباشرة عم شوف ايضا تحكم تحكم قوي جدا بالمشاعر او حتى بالقرارات هالشخص ممكن يكون حاليا اوبسست او مهووس بانه يسيطر على جانب من العلاقة او على تحرك هالعلاقة بينك وبينه يعني عم شوفه في عنده هدف وفي عنده نقطة معينة ويعني مستعد يساوي اي اشي مشان يوصل الى الى هالنقطة او الى تحقيق هالنقطة مبين انه الشخص اللي عم تتعامل معه برغم انه الطاقة يعني برغم انه انت برجك ناري انه الشخص اللي عم تتعامل معه مثل كأنه ندك او مثل كأنه بيواجهك بهالطاقة شخص ايضا هو كتير فازاسب ممكن يكون برج الحمل وممكن يكون شخص بالخارطة الفلكية عنده فيه كتير طاقة نارية بالذات اذا كان بالمشاعر ممكن يكون الفينوس او الزهرة لانه الزهرة هو اللي بيتحكم بالعلاقات العاطفية فهالشخص ممكن يكون الفينوس عنده او الزهرة عنده بالخارطة الفلكية برج الناري لانه عم شوف فيه تحكم وسيطرة على الوضع كتير شديد فممكن فيه اشي بينكم ممكن يكون ايضا عم يحاول يسيطر عليك انه انت ما تترك العلاقة لانه عم شوف انه انت فيه عندك نية بانك تترك او نية الرحيل وهو فيه عنده نية الترويض او بده يمشي الامور متل ما هو بده يعني انت بدك تترك وهو بده يمسك هون ايضا تتبع برج الاسد فهالشخص مبين انه هو ممكن يكون بالعلاقات العاطفية او بالمشاعر شخص كتير شخص بيحب يتحكم كتير بعلاقات العاطفية شخص بيحس انه هو لازم يكون المسؤول اللي يقوم بالقرارات اللي يتخذ القرارات بغض النظر عن شو برجه هالشخص لانه ممكن يكون ممكن يكون شخص يعني عفوي ممكن يكون برجه حتى مائي ممكن تحس انه هو ما في عنده الطاقة النارية او الطاقة المتهورة ولكن تحت الرادار هالشخص يعني بالوجه الاخر او بالعقل الباطني او الطاقة اللي تحت هالشخص كتير متحكم فممكن للوجه الخارجي يبان العكسي بان انه انت لانه برجك ناري انت اللي فيري اكتر انت اللي حركي اكتر ولكن بس تيجي تحلل وتفتح الامور اكتر تشوف انه هالشخص من جوه شخص كتير امبرور بيحب السلطة بيحب انه يكون هو اللي مسيطر على الجانب العاطفي من نسبة لخطواتك في المستقبل همشوفك مستني ممكن من هالشخص خبر او انت محطوط او رح تنحط في المستقبل بين خيارين او خطوتين او شيئين شيئين بدك تختار منهم قرار ممكن انت عم تحاول عم تفكر انه تضل مع هالشخص او تمشي في طريق اخر لانه انت مبين انه انت عم تفكر يا اضل مع هالشخص واضل في هالطاقة او انه في طريق اخر بيوفر لك العالم بيوفر لك the world اللي بيوفر لك امنية انت عم تبحث عليها حاليا فانت عين على هالشخص وعين على الاشي بعيد المنال اللي بدك توصل له الامنية اللي بدك تحققها تكملة اللي بدك تمر فيها فبالمستقبل لسه عم شوفك رافض اي عروض عاطفية ولكن ممكن يكون فيه يصير فيه بينك وبين هالشخص تواصل لانه هالشخص عادة بيحمل رسالة من نوع ما او بيحمل اشي فيه نوع من التواصل فعم شوفك بالوضع العاطفي يعني بعواطفك الى انك رافض للوضع او رافض اي عروض حب عم تقدم لا اليك بس البعض منكم اللي ما في بينكم تواصل او مش عم تحكوا مع بعض في بينكم طاقة انتظار طاقة انت عم تستنى تسمع من هالشخص وهو ايضا عم يستنى يسمع منك هالشخص بالنسبة بالمستقبل مثل ما حكيت راح تنحط بموقف بدك تختار منه خيارين او بدك تختار بين شيئين بيختلف من برج اسد الى برج اسد انت بتعرف شو هو او راح تعرف شو هو الشي اللي يعني راح تنحط خلاص بمفترق طريق لابد منك من انك تختار قرار من نسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل عم يشوف عم يمر كتير بتغيرات طاقته راح تكون فيها كتير من التغيرات عم يشوف ايضا هالشخص كتير الفرنت طبعه بيتغير ممكن يكون برج مائي يعني ممكن يكون متقلب المزاج لانه عم شوفه يعني بيتنقل بين العواطف او بيتنقل بين شو هو بيحس ممكن يكون على طريقة يعني هو مش مركز فيها بطريقة اللاوعي اللي عنده هو ما بيعرف بس هو متقلب المزاج كتير وافكاره ومشاعره بتتغير كتير فاذا انت بتتعامل مع هالبرج او يعني بتتعامل مع الشخص اللي عم بتتعامل معه بدك تكون تكون مرن مع هالشخص انك تفهم تقلبات مزاج هالشخص لانه مبين بالمستقبل ايضا شو هلا طاقته الحالية عم شوفها طاقة كتير صارمة او كتير ثابتة او كتير هادية او عب يعني الشخص عن يتحرك ببطء شديد تجاه اشي هو بده يحققه ولكن في المستقبل الامور بتختلف عجلة الحظ هون الامور دائما بتختلف عم شوف بينكم رح يكون حديث صراحة لانه مبين انه انت وهو مش عم تقلي مش عم تحكوا مع بعض حاليا اتناناتكم عم تطلعوا على بعض مستنيين الطرف الاخر يقوم بخطوة او يقوم بكلمة ولكن سلوبكم مع بعض كتير الدفاعي بالذات الشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير دفاعي بما يخص المشاعر يعني عم شوفك انت اكتر او منفتح اكتر ممكن تكون انت شخص روحاني اكتر من الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا ممكن يكون في بينكم فرق السن لانه ممكن يكون ها شخص اكبر منك لانه اوراقك انت اوراق صغيرة والاوراق اللي طلعت هون اوراق شخص كبير بالعمر شخص كتير قاسي فممكن الشخص اللي عم تتعامل معه اكبر منك بالعمر وبتحس انه العلاقة معه فيها كتير من الانضباط او هالشخص بيطالب كتير انضباط بالعلاقة يعني بيحب وكأنه يعني مثل مدرسة او اشي مثل هيت يعني ما بيحب اي اشي شوي يكون مختلف عن المفروض اللي لازم تقدمه او اشي يعني بالملي هالشخص بيحاسفك بالملي وهو امشوف انه هو اصلا طبيعته هيك يعني مش بس انت يعني امشوف انه هو حتى مع نفسه بطاقته الداخلية مع نفسه شخص كتير ديسبلين مثل كأنه ضابط او شخص كتير صارم طيب بنا نشوف التواصل اللي بينكم او شو رح يصير بالمستقبل بينكم لأنه مبين انه في طاقة انتظار هون بينكم فبس بدنا نوضح فقط شو 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 طبيعة التواصل رح يكون او هل رح يصير في تواصل او اذا انت مستني لخبر من هالشخص هل رح يجيك خبر من هالشخص لانه مبين انه انت مستني عم تنتظر حكي من هالشخص وهو ايضا عم ينتظر لانه هالطاقة مشتركة فبدنا نشوف شو رح يصير في تركيز اكتر على المادة عم شوفك انت مركز اكتر على المادة برغم انه انت مستني خبر من هالشخص الى انه في رفض للعواضح او ممكن يكون هالشخص مش انت اللي بدك يع يعني ممكن يكون هو يحاول اكتر من مرة يتقرب منك ولكن انت مثل ما حكيت لك انت في شخص او في امنية بحياتك وبعيدة عنك وانت هاي اللي انت بدك تروح لالها فمش عم تشوف ممكن الشخص عم يحاول يقترب منك ولكن انت عم شوف هو يعني الصورة بس تشوف ها على المدى الاكبر عم شوف ك انت رافض هالشخص رافض الكونيكشن من هالشخص بدك تبعد عن هالشخص لانه في امنية او في شخص انت بتطمح تكون معه او بتطمح تحققه فبالمقابل لانك عم تبعد عن هالشخص صار فيه هوس بالسيطرة عند الشخص اللي عم تتعامل معه وعم يحاول يقيدك عم يحاول يحطك في بوكس لانه لانه ما بده العلاقة تنتهي الشخص اللي عم تتعامل معه وانت رافض 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 اي مشاعر عم تيجي من هالشخص يعني انا حزنت على يعني انا حزنت على الشخص اللي عم تتعامل معه لانه مبين هو برغم انه قاسي الى انه هاي هي اللغة الحب اللي عنده كأنه ما بيعرف يحب الا بهالطريقة ما بيعرف الا بطريقة السيطرة انه اي اشي بيحب ه بده يكمش عليه او بده يحط في بوكس معين وانت بدك حرية عم شوف اكتر بدك بدك تنطلق بدك تروح الى مدى اخر فبدنا نشوف شو برج الاسد شو انت بدك تساوي لانه او عم شوف الشخص هو بده عم يقدم لك عروض حب ولكن انت رافض عروض الحب فهو ما في عنده حل غير انه يستنى خبر منك او يستنى حتى تلميح او اشي منك انه انت ممكن تتقبل منه اي حكي عمشوف هو اللي عم يرفض وراك وانت اللي عم بتصد هالشخص اوكي حبايبي برج الاسد بتمنى القراءة تكون ساعدتكم محبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شعر وسبسكرا انشاء الله رسولكم